في مثل هذه الأيام من كل عام تزدحم الأسواق في تعيز استعداداً لاستقبال شهر رمضان وتبدو هذا العام كما هي أيضاً وبهذا المشهد الذي قد لا يتكرر في أي مدينة أخرى ربما في العالم في ظل الخوف من تفشي بيروس كورونا لا يشعر الناس هنا بالقلق جراء ذلك ويقبل الكثيرون منهم على الأسواق لشراء احتياجاتهم المختلفة جاهزان رمضان من جميع البهارات من جميع الشعرية المقرونة المحلبية الكرملة القلي الزبادي المراعي جميع الحاقة التي تحتاجها لشهر رمضان الكريم إن شاء الله يعود علينا على جميع المسلمين بالخورة والبركة إذا ما تشوفوا الناس ملان ما شاء الله والحياة ملانة وحلوة ما فيش عندنا بتعز كورونا ولا تخافوا الاستعدادات لشراء احتياجات رمضان لم تسلم هي أيضا من التأثيرات الكبيرة الناتجة عن جائحة كورونا حيث ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل ملفت مع ضعف الرقابة على الأسواق ما تسبب من خفاض القدرة الشرائية لدى الكثيرين وعزوفهم عن شراء بعض المستلزمات من تزايد الأسعار إلا أننا استطعنا الحمد لله كإدارة أن نقدم أقل الأسعار للزمون وأسعار منافسة ومنتقاد قيمة مناسبة للجميع لم تقتصر تأثيرات كورونا على ضعف القدرة الشرائية فحسب فقد تنال أيضا من طقوس رمضان وعاداته المختلفة في ظل منع التجمعات في المساجد التي تزدحم عادة بالمصلين في موسم كهذا بالإضافة إلى إغلاق بعض المطاعم وأماكن التجمعات إن شاء الله نستقبل رمضان بالطاعات والصوم والذكر إلى الله سبحانه وتعالى وما تيسرنا من الأكل والشرب والمطعومات ليس ضروري لذلك الدرجة وإنما همشي التقوى يتوجس الكثير من المواطنين مما هو قادم بسبب جائحة كورونا وكيف سيلقي بتأثيراته على هذا الموسم الرمضاني وبينما يترقب سكان تعز حلول هذه المناسبة بين الفرح والقلق تستمر الحياة في مدينة كانت لا تنام في مثل هذا التوقيت حتى مطلع الفجر مهى علي قناة بلقيس تايز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر